لم تنجح كل شعارات الحكومات المتعاقبة في العراق في التصدي لملف الفساد الذي تجذر وأخذ طابعا مؤسسيا منطلقا من قاعدة سياسية ليأخذ أشكال متنوعة عبر الصفقات والعقود المليارية لمشاريع فاشلة أو وهمية والرشاف الدوائر الحكومية والإتاوات التي تفرض في السيطرات الأمنية وكذلك عمليات التهريب في المنافذ الحدودية المشتركة مع دول الجوار لأسيما تلك التي تقعوا عند الحدود الشرقية مع إيران مسؤولهم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كشف أن الفساد عند الحدود يعرض العراق لخسارة نحو 6 مليارات دولار سنويا مضيحا بعض الطرق المعتمدة في تهريب البضائع بالاعتماد على أساليب غير قانونية كتمرير بضائع خاضعة للضريبة العالية على اعتبارها مواد غذائية أو سلعا معفاة من الضريبة أو بأرقام غير حقيقية في حين نجد أن الإرادات التي يحصل عليها ممثلو الأحزاب في أي منفذ حدودي توزع عليهم ثم تعود الأموال إلى الهيئات الاقتصادية للأحزاب ذاتها للعراق 22 منفذا بريا وبحريا مع جيرانه 6 المحيطين به إلا أن المنافذ العاملة حاليا تعد على أصابع اليد لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بعدم وجود اتفاقات سياسية حولها وتمارس هذه المنافذ نشاطا تجاريا دائما لا ينقطع وتعديدا ما يرتبط بالاستيراد حيث تستقبل كل ما تحتاجه السوق العراقية لا سيما مع توقف الصناعة وتدهور الزراعة منذ عام 2003 وبحسب مسؤولين وبرلمانيين فإن الدولة لا يصلها إلا القليل من أموال المنافذ بينما تسيطر الأحزاب والميليشيات المسلحة وحتى العشائر على غالبية المبالغ المستحصلة ناهيك عن فرض ضرائب لا علاقة لها بالقانون على التجار كشرط أساسي لدخول بضائعهم إلى السوق الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار السلع وتأزم الأوضاع الاقتصادية وانتشار البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات وبحسب هؤلاء المسؤولين فإن لكل حزب أو ميليشيا أدوارا تختلف عن البقية فأحزاب تتورط في تهريب وبيع النفط وأخرى ترتبط بتهريب المخدرات من إيران ونشاطات تتعلق بالحصول على إتاوات من تجار الخضار واحتكار المنتجات الغذائية وطرق توزيعها هذا فضلا عن عشرات المنافذ غير الرسمية التي تشهد عمليات تهريب واسعة بما في ذلك تهريب السلاح والبشر ترجمة نانسي قنقر